اشتركوا في القناة 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 صاغرا فإنكم آل أبي تراب قد ملئتم كلاما وأشربتم بغض آل بني سفيان وحق عليكم أن تبغضوهم وحق عليهم أن يبغضوكم فقال له الحسين عليه السلام ويلك يا مروان إليك عني فإنك رجس وإن أهل بيت الطهارة الذين أنزل الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وآله فقال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا فنكس مروان رأسه لا ينطق بشيء فقال الحسين عليه السلام لمروان أبشر يا ابن الزرقاء بكل ما تكره من الرسول صلى الله عليه وآله يوم تقدم على ربك فيسألك جدي عن حقي وحقي يزيد فمضى مروان حتى دخل على الوليد بن عطبة فأخبره بما سمع من الحسين بن علي فلما سمع الوليد ذلك كتب ليزيد أما بعد فإن الحسين بن علي ليس يرى لك الخلافة ولا البيعة فرأيك في أمره والسلام فلما ورد الكتاب على يزيد غضب غضبا شديدا فكتب إلى الوليد أما بعد فإذا أتاك كتاب هذا فخذ البيعة ثانية على أهل المدينة بتوكيد منك عليهم وليكن مع جوابك إلي رأس الحسين بن علي فبلغ ذلك الحسين عليه السلام فهم بالخروج من المدينة إلى مكة موسيقى